اشتركوا في القناة سوف نقدم منهجية حل فرد في مادة الرياضيات اذا بعد ان رأينا في عدة فيديوهات سابقة درس الضراء الثانية وكذلك تطرقنا لمراجعة شاملة لهذه الدرس سوف نرى اليوم كيف نجيب عن اسئلة الفرد الاول ثم الفرد يزكو الفرد من ثلاثة معين تتعلق بالمعلم في المستوى ومعادلة المستقيم وكذلك نعم حل مبياني لنظمة او للنظمتين نبدأ بالتمين الاول في التمين الاول مطلوب ان نختار معلم ثم نمثل عليه بعض النقط كذلك مطلوب ان نحدد زوج احداثيتي منتصف قطعة نا اذا كانت لدينا النقط وبعد ذلك مطلوب ان نحسب مسافة معينة بحيث النقطتين محددتين الذين يكونان هذه المسافة اذا كيف نجيب عن هذه الاسئلة اولا باختيار معلم معين وبالضبط معلما متعامدا في المستوى كما طلب في التمين نبدأ بتحديد او بتمثيل النقط فالنقطة ا ذات الاحداثيات ناقص واحد اثنان او التي افصولها ناقص واحد وارتبها اثنان فالافصول نعم فالافصول تتم قراءته على محوى الافاصيل وهذا هو محوى الافاصيل اذا ناقص واحد على محوى الافاصيل هنا والمستقيم الماء من محوى الافاصيل والعمود عليه يتقاطع مع المستقيم الماء من العدد اثنان وهو ارتوب هذه النقطة يتقاطعان في النقطة اذا النقطة التي افصولها ناقص واحد وارتبها اثنان توجد هنا لتمثيل النقطة نقوم بشيء نفسه اي نقرأ اثنان على محوى الافاصيل ثم التقاطع مع المحوى او المستقيم الماء من ناقص ثلاثة على محوى الاراتيب ونسي بالنسبة للنقطة السي والنقطة د اذا النقطة السي افصولها صفة اي سوف توجد على محوى الاراتيب لان جميع النقطة الموجودة على محوى الاراتيب لها افصول صفة والارتب اثنان اذا النقطة السي توجد هنا واخيرا النقطة د التي افصولها ناقص ثلاثة وارتبها صفة اذا النقطة د ليست هنا بل النقطة د سوف توجد هنا ناقص ثلاثة صفة لننتقل للسؤال التاني المطلوب في السؤال هو تحديد منتصف القطعة منتصف القطعة يعني تحديد افصول نقطة ام وارتب النقطة ام اذا القطعة ابي لها منتصف يقسم المسافة ابي الى قطعتين متقيستين هذا المنتصف في معلم له احداثيات احداثيات ام تحقيق ما يلي افصول ام هو مجموع افصولي القطعة اي اكس ازايد اكس بي على اثنان ونفسي بالنسبة الارتوب اي ارتوب النقطة ارتوب النقطة ام هو ارتوب النقطة ا زائد ارتوب النقطة بي على اثنان ثم بعد ذلك نقوم بالتعويض العددي اذا افصول النقطة ا ناقص واحد افصول النقطة ب اثنان الكل على اثنان ناقص واحد زائد اثنان على اثنان تساوي واحد على اثنان بالنسبة للارتوب النقطة ام نعود الارتوبين وهما ناقص ثلاثة واثنان اثنان زائد ناقص ثلاثة اثنان زائد ناقص ثلاثة تساوي ناقص واحد على اثنان اذا زوج احداثيتي النقطة ام هما بالتتيب الافصول ثم الارتوب هكذا نكون قد حددنا منتصف القطعة او زوج احداثيتي منتصف القطعة بالنسبة للسؤال الاخر والمطلوف فيه حساب كل من المسافتين اس و بد اذا ما هي القاعدة التي نستعمل هنا هنا نستعمل خاصية او صيغة المسافة وهي ما يلي اذا المسافة السي تساوي جض معبع اكس ناقص اكس ا معبع زائد اكريك سي ناقص اكريك ا معبع نعم طبعا جضا معبع عدد مجب هو دائما عدد مجب وبالتالي المسافة سوف تكون مجبا لانها يجب ان تكون مجبا نبدأ بالتعويض اذا اكس او افصول النقطة سفر ناقص افصول النقطة ا ناقص واحد اي ناقص ناقص واحد الكل معبع زائد ارتب النقطة س اثنان ناقص ارتب النقطة ا كذلك اثنان معبع جض معبع اذا سفر ناقص ناقص واحد تساوي واحد واحد معبع يساوي واحد اثنان ناقص اثنان سفر سفر مربع يساوي سفر وجضر مربع واحد هو واحد اذا المسافة تساوي واحد طبعا بنفس الطريقة سوف نحدد المسافة بالدي وسأترك لكم المجال لتقوموا بتحديدها بانفسكم بنفس الطريقة التي حددنا بها المسافة وهي تطبيق علاقة حساب مسافة لننتقل الآن للتمين الموالي التمين الثاني ليكون او اي جي معلما في المستوى واو نقطة من هذا المستوى زوج احداثياتها ناقص اثنان واحد المطلوب بالسؤال الاول والسؤال التاني السؤال الاول مطلوب فيه ان نحدد معادلة مستقيم معين قمنا بتسميتي بالمستقيم ماذا نعرف نعلم حوله نعلم انهما من النقطة ا كمعلومة اولى وكذلك ناقص اثنان معامل موجه موجه له اذا معادلة المعادلة نعلم ان المعادلة المختصة لكل مستقيم غير موازي لمحوى الاعتيب المعادلة المختصة للمستقيم D تكتب على شكل Y تساوي MX زائد B اذا كل مستقيم في المستوى غير موازي لمحوى الاراتيب له معادلة من هذا الشكل ما المطلوب لتحديد هذه المعادلة المطلوب هو تحديد العدد M المعامل الموجه ثم العدد B نعم نعم اذا العدد M لدينا العدد M وهو المعامل الموجه اذا لدينا حسب المعطيات M يساوي ناقص 2 لأن معامله الموجه وناقص 2 إذن معادلة هذا المستقيم سوف تكتب على شكل 2 X زائد B B هو الأرتب عند الأصل ما ينبغي تحديده الآن هو العدد B كيف نحدد العدد B لدينا معلومة لم نستطمئها لحد الآن وهو أنه ما من النقطة E ما من النقطة E أو E تنتمي إلى هذا المستقيم يعني أن زوج إحداثتها سوف يحقق هذه المعادلة إذن بما أن النقطة E تنتمي لهذا المستقيم أي نقطة منه فإن زوج إحداثتها يحقق المعادلة كيف يعني أن Y أرتوب النقطة E يساوي ناقص 2 في أفصول النقطة E زائد العدد B سنقوم الآن بتعويض الأفصول والأرتوب كما لدينا لأن لدينا الأفصول هنا وكذلك لدينا الأرتوب سوف نقوم بالتعويض لنحصل على العدد B إذن بما أن أو يعني أن 1 وهو أرتوب النقطة O يساوي ناقص 2 في أفصول النقطة O أي ناقص 2 زائد العدد B ومنه العدد B يساوي 1 إذن ناقص 2 في ناقص 2 أربعة نحول إلى الجهة الأخرى أو نطرح من كلتا الطرفين أربعة فنحصل على B يساوي ناقص 3 وبالتالي معادلة المختصة المعادلة المختصة لهذا المستقيم هي Y تساوي ناقص 2 X زائد B أي ناقص 3 زائد ناقص إذن هذه هي المعادلة المختصة للمستقيم D السؤال الثاني ننحدد معادلة المستقيم D الموازي للمستقيم D كمعلومة أولى والما من أصل المعلم كمعلومة ثانية إذن إذا كان مستقيم موازي لمستقيم آخر فهذا يعني أن لهما نفس الميل إذن بما أن بما أن D بما أن D يوازي D مستقيم المتوازي فإن لهما نفس الميل فإن ميل المستقيم D يساوي كذلك ناقص إثنان إذن معادلة هذا المستقيم سوف تكتب كذلك على شكل ناقص إثنان إكس زائد بي لتحديد بي لدينا نعلم أن الدبخيم ما من أصل المعلم أصل المعلم والنقطة ذات الأفصول صفة والأرتب صفة إذن بي منعدم وبالتالي معادلة المستقيم دي بخيم الموازي للمستقيم دي والما من أصل المعلم ي تساوي ناقص إثنان إكس وهكذا نكون قد أجبنا عن التمين الثاني المطلوب في تحديد معادلتين معادلة أولى لمستقيم ما من نقطة معلومة وكذلك له معامل مواجه معلوم والمعادلة التانية لمستقيم موازي لمستقيم آخر وما من نقطة معلومة في هذه الحالة أصل معلومة التمين الثالث المتعلق بالحل المبياني لنظمة إذن المطلوب هنا حل مبياني للنظمة ذات المعادلتين وبمجهولين وهي النظمة إكس زائد إجريك ناقص ثلاثة أكبر قطعا من صفر وإكس ناقص إثنان إجريك زائد إثنان أكبر من أو تساوي صفر طبعا هنا الأعداد إكس وإجريك أعداد حقيقية دائما نتكلم إذا لم تتم إشارة لها فإننا نتكلم عن أعداد حقيقية أي أعداد تنتمي إلى مجموعة أعداد حقيقية وهي كل أعداد أو جميع الأعداد التي تعرفتم إليها لحد الآن كيف نقوم بالحل المبياني أولا نحدد أو نسمي مستقيم دي مثلا معادلته إكس زائد إجريك ناقص ثلاثة تساوي ثلاثة دي بخيم نعطيه الصغيرة الأخرى وهي إكس ناقص إثنان إجريك زائد إثنان تساوي ثلاثة يجب الانتباه هنا أضع يساوي وليس أكبر أو أصغر أو أكبر أو تساوي كما لدينا في النظمة لأنني أتكلم عن معادلة مستقيم سوف نقوم بإنشاء هذين المستقيمين وقد قمت بإنشائهما سابقا إذن لإنشاء كل مستقيم نحن بحاجة فقط لنقطتين مثلا لإنشاء المستقيم دي قمنا بتحديد نقطتين هما النقطة سي والنقطة دي النقطة سي ذات الإحداثيات ثلاثة صفر والنقطة دي ذات الإحداثيات واحد اثنان نقطتين كافيتين لتحديد المستقيم كيف قمنا بتحديد هذين النقطتين في المعادلة إكس زائد إكريك ناقص ثلاثة سفر نعطي لإكس أي عدد شيئنا نعطي دائما أعداد سهلة قمنا مثلا بإعطاء إكس العدد واحد وبالتالي حصلنا على معادلة المجهول فيها وإكريك هذه المعادلة بعد الحل توصلنا أن إكريك يساوي اثنان إذن النقطة ذات الإحداثيات واحد اثنان هي نقطة من هذا المستقيم تلزمنا نقطة ثانية إذن لتحديد نقطة ثانية سوف نقوم أيضا بمثلا إعطاء سواء إكس أو إكريك عدد معين لنعطي إكريك مثلا العدد سفا دائما نستخدم أبسط الأعداد إكس زائد سفا ناقص ثلاثة سفا بعد حل هذه المعادلة وهي معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد نحصل على إكس يساوي ثلاثة إذن النقطة ذات الأفصول ثلاثة والأرتوب صفة وهي هنا النقطة س هي نقطة من المستقيم إذن لدينا نقطتين من المستقيم هما النقطة س والنقطة د وبالتالي يمكن إنشاء هذا المستقيم الماء من هذين النقطتين بنفس طائقة نقوم بإنشاء المستقيم وذلك بتحديد نقطتين منه قمت بتحديد النقطة ذات الإحداثية صفة واحد والنقطة ب ذات الإحداثية اثنان اثنان يمكن لتلميط آخر أن يقوم بتحديد نقطة أخرى كذلك لأن المستقيم يضم لنهاية من النقطة ونقطتين كافيتين إذن بعد إنشاء هذين المستقيمين نعلم أن حل مبياني الحل المبياني لمتراجحة متراجحة بمجهولين من الضرجة الأولى هو نصف مستوى حافته المستقيم إذن سوف نحدد حل المتراجحة الأولى إذن حل المتراجحة الأولى هو نصف مستوى حافته دي إما النصف الذي يضم النقطة أصل معلم أو النصف الآخر الذي لا يضم كيف أتأكد لي أتأكد من أي نصف نتكلم يكفي أن نأخذ نقطة من أي نصف ونعوضها وأسهل النقطة يمكن أخذها هي النقطة أو ذات الإحداثيات صفر صفر إذن إذا قمت بتعويض المتراجحة الأولى بالأعداد صفر نحصل على ما يل صفر زائد صفر ناقص ثلاثة عدد سالب وبالتالي حلول هذه المتراجحة أكبر قطاع المنصف هو النصف المستوى الذي لا يضم أصل المعلم لأن أصل المعلم لا يسحل إذن هذا النصف نتكلم عن نصف المستوى الذي حافته هذا المستقيم وفي نفس الوقت لا يضم النقطة بالنسبة بالنسبة للمستقيم الآخر المستقيم الآخر أو المتراجحة الأخر ما هو حلوها نأخذ نصف نقطة O لأنها أسهل نقطة يمكن أن نأخذ النقطة A مثلا يمكن أن نأخذ النقطة B أي نقطة شئنة لكن أسهل هذه النقطة في التعويض هي النقطة O لأن أحداثي منعدمة وبالتالي يصل التعويض إذن عند التعويض في المتراجحة الثانية نحصل على صفة ناقص 2 في صفة زائد 2 والتي تساوي 2 2 نعم أكبر من أو يساوي صفة إذن حل هذه المتراجحة هو نصف المستوى الذي وهو مغلق لأن الذي هنا أو تساوي والذي يضم النقطة وأصل المعلم الآن نريد أزواج النقط التي تحقق لنا المتراجحة معا طبعا نبحث عن التقاطع والتقاطع نرى هنا كي نرىه جيدا سوف أقوم بمسح هذه الحلول التي لا نحتاج ها الآن حتى يتبين لنا حل جيدا نعم إذن الجزء المخدش من المستوى هو الذي يتضمن النقط التي أزواجها أقول أزواجها لأننا نتكلم عن أزواج XY لأن حلول هذه المبياني يعني إيجاد X وإيجاد Y إذن نتكلم عن أزواج XY إذن هذه أزواج هذه النقط التي توجد على الجزء المخدش هي حلول هذه النظام إذن هكذا نكون قد أنهينا حصة اليوم المتعلقة بمنهجية حل فرد إلى أن ألقاكم في حصة قادمة أستودعكم الله وإلى اللقاء اشتركوا في القناة